اشتماعه الثاني عشر برئاسة وزير الصناعة والتجارة والسياحة سعادة سيد زايد بن راشد الزياني وبحضور وزير شؤون الشباب والرياضة سعادة سيد أيمن بن توفيق المؤيد حيث تمت مناقشة مؤشرات أداء القياس الخاصة بخطة عمل المجلس بهدف الوصول إلى نسبة إنجاز ثمانين بالمئة من المبادرات بنهاية العام الجاري كما شهد المجلس بإنجاز صادرات البحرين المتمثل بتحقيق صادرات بحرينية قيمتها مائة مليون دولار أمريكي خلال عامين إضافة إلى النجاح في تصدير أكثر من واحد وخمسين فئة مختلفة من المنتجات والخدمات عبر عشرة قطاعات عبر عشر قطاعات والاستفادة من الدخول إلى أكثر من خمسة وخمسين سوق عالمية